وعندنا سؤال بيقول السلام عليكم يا شيخ أنا بقالي 22 سنة متجوزة واحد معا أولاد يعني يعني كان زوج لزوجها سابقة وعنده أولاد منها وأنا مش بخلف جوزتهم كلهم في مرة قال لي كان فيه فلوس تحت مرتبة السرير السرير ده كنت نقلته من مكان أنا وابنه والنجار بس ما كانش فيه تحته حاجة فشك فيه وسرقني أنا وهم يعني وابنه والنجار المهم ودانا مكان اسمه البشعة حتى اسمه بشعة ولا عزو بالله البشعة اللي بيحطوا فيها النار على لسانك وطلعت بريئة لا حول ولا قوة إلا بالله وهو برضو مش مصدقني اتصلت على أخويا وجي أخدني أنا أعمل إيه تاني وهو مش مصدقني هلين فعرجع له تاني بعد ده كله السؤال ده هوت سؤال أقرب إلى الاستشارة منه إلى الفتو واضح إن زوج حضرتك على اللي أنا بقرأه من سؤال حضرتك إن هو عنده ده الشك فيه ده اسمه ده الشك كده إن هو شخص عنده حاجة كده شكاك وبيبقى عنده استبداد الشكاك المستبد ده الشكاك ده بيبقى دايما بيشك في اللي حواليه دايما شايف اللي حواليه بيتأمروا عليه دايما شايف اللي حواليه طمعانين فيه دايما شايف اللي حواليه بيحاولوا ياخدوا منه كل حاجة هو بيملكه ويخلوه لوحده كده طيب انت بتسأليني انت دلوقتي سبت بيتك وروحت مع أخوكي في بيت أخوكي أو بيت والدتك فإيه اللي حاصل وانت سبت البيت سبت البيت ليه لأن زوجك خلاكي عملت حاجة من الخرافة خرافة يعني يعني يبتدي بقى يخليكي تعملي حاجات من عالم الخرافة اللي زي إيه مثلا زي البشعة كده بيش عادي عبارة عن خرافة خرافة ليه لأن ما ينفعش الحقوق الناس إيه اللي يحصل تثبت أو تنفى بهذه الطريقة اللي ما يرضاش ربنا سبحانه وتعالى فأتهم حد أو أبرأ حد بلا شيء انت بتقول لي ان هي برأيتك لكن هو أصلا من اللي اتهمك من اللي اتهم حضرتك أصلا وليه تحطي نفسك في هذا الموطن هو راضي أو مش راضي على طول سبيه طبعا نعمل ايه في الشخص الشكاك ده لا الشخص الشكاك ده يحتاج إلى وقفة حضيك بتسأليني أرجع له ولا ما أرجعلوش لا أوفي قدام وقفة مش هو عايز يرجعك لو كان هو عايز يرجعك أوفي وليله لا انت في الحقيقة قد يصل للحال ان هو قد يكون محتاج إلى دعم نفسي يعني شخص بيقولك انت خدت فلوسي انا شفت الناس دي شفت الناس دي وازاي حولوا حياة اللي حولهم إلى دمار فلوسي تسرقت طيب فلوسك ما تسرقتش حتى لو فلوسي ما تسرقتش انا مش حاسس بالأمان معاك ليه يا سيدي عملت ايه انا حاسس ان انت بتتأمر علي وساعات بيبقى مرتبط ده بيهلاوس بقى سمعية وبصرية وتبقى الحالة في غاية السوق فلو بتسأليني نصحتي ايه انا نصحتي ان رجوعك يكون مشروط بان هو لازم يروح يتلقى دعم نفسي ليه طيب لان واضح جدا جدا ان اللي احنا بنعيشه ده وداك المرة دي وداك البشعة طيب المرة جاء يعني خلي ركز فيك وصنع في عقلك عقلية الخرافة المرة جاية حصل ايه المرة جاية يعيشكم بقى ان الجن بتسرع الفلوس وان واحدين احنا عندنا اولاد او عنده اولاد اولاد دولا محدش ربنا ربنا والاعلم وبيعمل ايه في حياته فلزاك احنا لازم نستنقذه لازم نستنقذه يعني نكون عونا 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 له على شيطان ولا نكون عونا لشيطانه عليه وتعاونوا على البر والتقوى ايه بقى البر في حالة صاحبنا ده ان هو يتعالج من من الشك اللي هو فيه ده اللي هو فيه ده واتشك شديد ان هو يصل الحال به الى هذا الامر الا اذا كان هناك امارات تساعده على ان هو يشك الشك ده بس واضح ان هو شكه دائم فاذا كان شكه دائم بالصورة اللي احنا شفناها ده وبيوصل المسائل الى هذا الحد يبقى ايه اللي حاصل ينفع ارجع له اه طبعا بلا شك ان هو ينفع يرجعيله بس انت بتسأليني كلمة ينفع ارجع له انت اصدق فيها نصحتك ايه عشان ارجع له بصورة صحيحة ما يتكررش فيها نفس اللي احنا فيه دلوقتي ببساطة خالص اول شيء نطلب منه اذا كان هو شكاك مستبد بهذه الطريقة ان هو يتلقى دعما نفسيا اشتركوا في القناة